تجشين الربط الالكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي في حال تقديم طلب التنفيذ عبر البوابة الالكترونية للوزارة يتم التأكد من صحة البيانات المدخلة حسب نوع السند قبل إحالة الطلب إلى دائرة التنفيذ بعد ذلك يتم إرسال الطلب إلى دائرة التنفيذ والتي بدورها يخضع الطلب لدراسة وافية من خلال التحقق من نوع السند التنفيذي والتأكد من استفائه الشروط النظامية بعدها يصدر قاضي التنفيذ فورا أمره بالتنفيذ في حال عدم تنفيذ المديني الطلب يلجأ القاضي إلى إرسال البيانات بعد حفظها إلكترونيا إلى مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقوم بدورها بالإفصاح عن أموال المديني وحدزها والتنفيذ عليها بعد ذلك تقوم المؤسسة بتحويل المبلغ من أرصيد المنفذ الضده إلى حساب دائرة التنفيذ بعد ذلك تقوم الدائرة بإصدار شيك لطالب التنفيذ بالمبلغ الذي تم تحصيله بعدها يتم رفع الحجز عن أرصيد المنفذ الضده عند انتهاء العملية ترجمة نانسي قنقر